تحدث البعض يوم أمس عن انقلاب لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسه كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور هذا تطبيق لنص الدستور والفصل الثمانون من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر دا الخطر دا بل الخطر واقع اليوم بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمرافق العمومية وتحدثوا عن عديد البلفات في كل القطاعات صارت تسير بناء على الولاء لهذا الحزب أو ذاك يتصرفون في هذه المرافق كما يشاءون الدولة غائبة في بعض المناطق اشتركوا في القناة